السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم النشرة الرياضية ونستهلها بأبرز العنوين وصل إلى سلطنة عصر اليوم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وذلك لحضور حفل جواز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه السلطنة المرة الأولى بمركز عمان المؤتمرات في المعارض يوم الأربعاء القادم الثامن والعشرين من نوبمبر الجاري وكان في استقباله سلم بن سعيد لوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ودكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد إثارة كبيرة تشهدها الجولة الأخيرة من الدور الأول بدور عمان تل هذه كانت أبرز العنوين وصل إلى السلطنة عصر اليوم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وذلك لحضور حفل جواز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه السلطنة المرة الأولى بمركز عمان المؤتمرات والمعارض يوم الأربعاء القادم الثامن والعشرين من نوبمبر الجاري وكان في استقبال يسال بن سعيد وهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ودكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد وعدد من المسؤولين بالاتحاد ووزارة شؤون الرياضية وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن استضافة مسقط لحفل جواز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدث مهم لتستكشف القارة الآسيوية العاصمة العمانية مسقط التي لديها الكثير مما يجب أن يراها المسؤولون في 47 دولة آسيوية ليستمتعوا بجمال مسقط وتنظيمها وقد يوم أمس في مبنى الاتحاد بساد السيبر الرياضي اجتماعا تنسيقيا بين فريق عمل الاتحاد العماني لكرة القدم وفريق عمل الاتحاد الآسيوي ترأسه الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد سعيد بن عثمان بلوشي لحضور الشيخ شبيب الحوسني مساعد الأمين العام وذلك تحضيرا للحفل السنوي لجواز الاتحاد الآسيوي 2018 وستنطلق فعاليات الحفل الآسيوي الكبير في ساعة السابعة من مساء الأربعاء الثامن والعشرين من نوفمبر الذي يأتي متزامنا مع احتفالات السلطنة بعيدها الوطنية الثامن والأربعين المجيد حسب ما صرح به المدير التنفيذي الذي أكد أن اختيار السلطنة لتنظيم مثل هذا الحدث القاري المهم إلا ما هو ترجمة حقيقية للثقة الكبيرة والسمعة العالية التي تتمتع بها في تنظيم مثل هذه الأحداث القارية والدولية وستقام على هامش الحفل القاري عدة فعاليات واجتماعات مصاحبة ثنائية وجماعية من اجتماع للجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السادس والعشرين من نوفمبر ومن ثم اجتماع للاتحاد الخليجي لكرة القدم يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر ذاته حقق نادي صور فوزا كبيرا على مضييف شباب أربعة هداف لهدف ضمن الأسبوع الثالث عشر من دوري عمان تل لكرة القدم أي تتمكن صور من فرض هيمنته على مدار شوطي المباراة ليسجل ربعية زادت من معاناة الشباب في الدوري بعد النتائج السلبية المتتالية يرفع صور غلته من النقاط إلى ثلاث عشرة نقطة وفي مواجهة أخرى عزز وصيف الدوري نادي النهضة رصيده النقطي بفوزه على الرستاق بهدفين دون رد ليصل إلى النقطة السادس والعشرين كما اقتنى الصنادي مسقط ثلاثة نقاط ثمينة من أمام صحن بفوزه بهدفين نظيفين سجل لمسقط ماجد لبلوشي في الدقيقة الخامسة والثلاثين والمحترف مصطفى كويات في الدقيقة الرابعة والأربعين ينتهي الشوط الأول بتقدم مسقط بهدفين وفي الشوط الثاني تمكن مسقط من المحافظة على النتيجة رغم محاولات صحم الهجومية للعودة للمباراة لكن دون جدوى ليرفع مسقط رصيده إلى النقطة الثالثة والعشرين معززا مكانته في سلم الترتيب في المركز الثالث تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري درجة ثانية لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات في التقي ينقل مع ضيفه أهل استاب في مواجهة يسعى فيها ينقل لتحقيق الفوز للعودة لسكة الانتصارات كما يستقبل عبري ضيفه دبا وعينه على اقتناص العلامة الكاملة التي ستعزز رصيده في سلم الترتيب والمحافظة على الصدارة وفي لقاء الأخير يحل المصنعة ضيفا على الحمراء في مباراة يسعى المصنعة وصيف المسابقة لتعزيز رصيده وملاحقة المتصدر يشهد أستاذ مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم دربي جدة بين الاتحاد والأهلي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم والذي ستختلف نكهته هذا الموسم نظرا لتراجع الكبير للاتحاد ويحتل الأهلي بطل 2016 والوصيف في ثلاث مناسبات في المواسم الماضية المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وخسارتين بينما يقبع الاتحاد المتوج بلقب البطولة 9 مرات أخرها 2009 في المركز الأخير المرة الأولى في تاريخ المسابقة من دون أي فوز وبسبع خسارات من 9 مباريات ويتمنى الاتحاد أن تكون مباراة الديربي بداية للعودة للطريق الصحيح من بوابة الجار والخصم اللدود الأهلي وسنبدأ خلال العام القادم بإذن الله في إقامة مدينة رياضية متكاملة ترجمة نانسي قنقر تتجل أنظار الليلة صوب ملعب موني مونتال والذي سيحتضن لقايا بنهاي كأسي لبرتادورس لكرة القدم بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين أيث كان من المفترض إقامة المباراة ليلة الأمس ولكن تم تأجيل اللقاء بسبب تعرض حافلة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني للاعتداء من قبل جماهير الغريم المحلي ريفر بليت خلال توجهها إلى ملعب الأخير موني مونتال لخوض هذا اللقاء وقرر بعدها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بادي الأمر تأجيل انطلاق المباراة لساعة ثم أضاف ساعة وربع قبل أن يتوصل في النهاية لقرار تأجيلها إلى اليوم الأحد بسبب الوضع النفسي والبدني للاعبي بوكا جونيورز تحدث مدرب برشلونة نيستو فالفيردي عن خروج الفريق بنقطة غالية من ملعب واندا ميترو بوليتانو بعد تعادله في الدقائق الأخيرة مع تليتكو مادريد لما شاد مدرب بوثليتكو مادريد بما قدمه لعبيه على أرضية الملعب برغبة خيبة الأمل الخروج بالتعادل في اللحظات النهائية والأخيرة من المباراة الفريقان قدم كل ما بوسعهما نحن حاولنا اللعب داخل منطقة الخصم مع الاحتفاظ بالكرة وهم انتظروا للهجمات المرتدة الجيدة كل فريق لعب بأسلوبه الخصم حاول استغلال الثغرات بينما نحن فضلنا اللعب المساحات الصغيرة ربما افتقدنا لبعض اللمسات لكن عليك أن تعرف كيف أتليتكو مادريد دافع في ملعبه نحن حاولنا بكل الطرق وتوجب علينا الحذر من هجماتهم المرتدة فمن أول كرة ركونية سجلوا هدفهم دخلنا مباراة بعد إضاعاتنا للعديد من الفرص في اللقاء الأخير حيث تخوفنا من تكرار ذلك انتهت المباراة بتفاصيل مثيرة وذلك بعد تقدمنا في المواجهة وحافظنا على التقدم إلى قرب انتهاء اللقاء ولكن تفاجأت بالهدف الذي دخل في مرمانة مع وجود أكثر من مدافع في المنطقة الخلفية عندما مرت الكرة من بين أقدام يان أوبلك ولوكاس هرناندز وفي النهاية أنا راضي عن ما قدمه اللاعبين في أرضية الملعب وسنحاول بذل الكثير في مسابقة الدوري حقق فريق توتنهام فوزا كبيرا في ديربي لندن على تشيلسي بنتيجة ثلاثة أداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على ملعب ويمبلي لقمة الجولة ثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لتبع الخسارة هي الأولى لتشيلسي هذا الموسم حيث كان الفريق الوحيد الذي لم يخسر في كل البطولات وبهذه النتيجة يخطف توتنهام المركز الثالث من تشيلسي ليصل إلى نقطة الثلاثين بينما توقف رصيد تشيلسي عنده ثمانين وعشرين نقطة في المركز الرابع في الوقت الذي يحتل فيه منشستر سيثي الصدارة برصيد خمسين وثلاثين نقطة تحدث مدرب توتنهام هوتس بيرز عن سعادته بتفوق فريقه على جاره لندني تشيلسي في كمة المرحلة الثالثة عشر من الدورين انجليزي الممتاز وعلى لساري مدرب تشيلسي الخسارة بوجود بعض المشاكل التي تحدث عنها مع الإدارة في السابق ولم تحل حتى الآن كنت أعلم جيداً أن لدينا الكثير من المشاكل التي يجب حلها وأعتقد أن اليوم كان الأمر واضح للجميع لدي أمل في اللاعبين لأنني أخبرتهم في الإسبوع الماضي أن لدينا مشاكل كبيرة يجب علينا التخلص منها مستوى المنافس كان مختلفاً واستقبلنا هدفين بعد خمسة عشر دقيقة وكانت هذه هي المشكلة الأولى لكن اليوم شاهدت الكثير من المشاكل لأننا لعبنا بشكل سيء للغاية من الناحية البدانية والذهنية والفنية وخاصة في العشرين دقيقة الأولى عند الفوز تبدو لك خطة المدرب محكمة وكان لها الأثر الأكبر في تحقيق النصر لكني أرى أن ما قدمه اللاعبين في اللقاء بتطبيق الخطة والتكتيكات كان له الدور الأكبر كما أن التحدي الذي يواجهنا الآن هو الحفاظ على هذا المستوى من المنافسة ومحاولة الاحتفاظ بالقدرات التي نمتلكها لأن لدينا مواهب مميزة ولكن الأهم الآن ثلاث نقاط تضعنا في موقع جيد جدا في ترتيب دوري وتنتظرنا مباراة مهمة أمام إنتر ميلا وبعد ذلك أرسنال فمع هذه الإرادة كل شيء سيكون ممكن يستضيف ملعب أولمبيكو في العاصمة روما مقمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي والتي تجمع لاتسيو بضيفه ميلان ويحتل لاتسيو المركز الرابع في سلم الترتيب وفي رصيده 22 نقطة ويبتعد عنه الخامس ميلان بفارق نقطتين فقط ويعاني ميلا من غيابات كثيرة لركائز أساسية وفي الدفاع لنلعب ثنائي ماتيو موساكيو وليسيو رومانيولي بجانب إصابة ماتيا كالدارا وفي الوسط يفتقد جاكومو بونو بنتورا ولوكاس بيليا والموقوف لمبارتين جونزالو هيقواين وفي خبر آخر حافظ منتخب فرنسا على آماله في نهاية بطولة كاسي ديفز لثنس الرجال بعد فوز على منتخب كرواتيا بمباراة الزوجي ليقلص تخلفه بفوز مقابل خسارتين وجمعت مباراة الزوجي بين الفرنسيين بير هيوز هيربت ونيكولاس ماهوت والكرواتيين إيفان دوديتش وماتي بابيتش وبعد مباراة ماراثونية نجح المنتخب الفرنسي في الفوز باللقاء بثلاث مجموعات مقابل واحدة يواقع 6-4 و 6-4 و 3-6 و 7-6 وتقام اليوم مبارتين الفردي المعكوس بين المنتخبين جلعا جمعت مبارئ من المناسبين اشهر خلص ببراك إذن هكذا مشاهدين الكرام نصل لختام ختام النشرة الرياضية ومع الختام هذا تذكير بأبرز العنوين رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة يصل للسلطنة للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الاسيوي وإطارة كبيرة تشهدها الجولة الأخيرة من الدور الأول بدور عمانتل إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام مشاهدين الكرام وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل وإلى اليقاء